موسيقى سوف نأخذ وصفة لين نلقوها في الطر اللي كان في المكونات اللي ستكون عندها في المطبخ ديالها ودي وصفة يدير واحد للأخوات وخال الأخوات اللي لا يديروا الصباغة فهي ستكون وصفة جميلة جدا في ترميم الفروة ديال الرأس و ستعاون الشعر بشيرجع ديال الحيوية دياله سوف نأخذ مع القصغير ديال اليازير و سوف نأخذ عشر ديالوريقس ديالنانا مع القصغير دياليازير في الاغو ماغين هذه المادة هذه مادة هائلة جدا مادة اللي كانت دخول في التركيبة ديال العديد من مستحضرات جميل للعناية بالشعر مستحضرات اللي باهدة التامان و النعناع اللي فيه المينطول و خاصة مع القوش محسن من النعناع ديالن النعناع المغربي اللي فيه التركيز ديال المينطول كيمشي حتى ال 85% فهذه مادة مهمة لمضادة الحساسية و مادة مرمي من الفروة الرأس إذن قلنا مع القصغير ديال اليازير مطحون ولا يابس كيف ما كان عندكم مشي مشكل و النعناع كننخدو عشر ديالوريقس ديالنع طريق كنزيدو عليهم كاس كبير ديال الماء هاد الخالط هادا كنخليوه يغلى فوق العافية يعني كنحطوه فوق العافية غير يبدي يغلى كنطفيو عليه كنخليوه خمسة ديال السواع باش يتلقف بعدياتو و كنصفيوه في واحد القرعة اللي كتكون فيها رشاشة و كما كنقول دائما مع هاد الفترة اللي كنعيشوها ديال كوفيد ما كنش شي بيت مغربي ما فيش قرعة فيها رشاشة فهذيك القرعة غادي نديرو فيها هاد المحلول هادا و كنحطوه فتلاجة باش كان فيكسيو يعني باش كيبقوا هادوك المكونات شادين راسهم كنولي و كنرشو على الشعر ديالنا و على الجلدة ديال الشعر ديالنا بهذاك البخاخ كندل الكوفيد ديالنا و كندهنو على شعرنا كنخليوه مدة ديالساعة و من بعد كنغسلوه هاد العملية غادي نديروها جوجد المرات في الأسبوع و اكيد دائما كندومو عليها مدة تلت شهور يعني المدة اللي كينمو فيها الشعر و كيكتامل لنمو ديالو هاد المحلول هادا الافتة عشرية مبقى عندكم فتلاجة كتخويوه و كتعودوه محلول آخر هادا بالنسبة للماسك الأول ثانيا كيخصنا نبقاو كنمتبعين الشعر ديالنا كيفاش هنبقوا متبعين الشعر ديالنا غا نبقاو متبعينو بواحد السيروم السيروم مغدي سيروم غني بمضادة الاكسادة شنو كينفات السيروم فيه معلقة كبيرة ديالزيت لافوكا و ثلاثة دل معلقة كبيرة ديالزيت لوز الحلو هاد المكوينات كاملين كنخلطوهم كنخدوهم يبتيت نوازات يعني شوية من هذا المحلول كندهنوه في الدينة و كنديروه على الأطراف ديال الشعر بحال السيروم طاري قرار لقال الأخوات كعرفو كيباش يستعملوا السيروم من الشعر ديالهم وهذا كيتستعمل يوميا وخش شعر ديالنا ما يكونش مغسول كنستعملوا له هاد السيروم و ما كنقطعوش هاد الجوج ديال الوصفات حتى ان شاء الله الشعر كيسترجع الحيوية دياله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة